كاس مصر فاسبي نادي الزمالك على الاهلي 2 واحد عايزي النهاردة اتكلم كتير عن اللي بيحصل حوالين الاهلي دلوقتي ما بعد خسارة الكاس بس احقاقا للحق نتحدث كثيرا كثيرا عن الزمالك البطل بطل البطولة لازم ياخد حقه اولا واخيرا اللي كسب ياخد حقه وزيادة ليه وزيادة؟ الزمالك حقيقي هذا الموسم بيمر بواحدة من اصعب المواسم على مستوى الظروف ظروف صعبة جدا غيابات بالجملة بسبب الاصابات فترات كيد متوقفة لاعبين ما جددوش عقودهم جهاز فني بيتغير حتى على مستوى الادارات كان فيها تغيير فانت بتتكلم في ظروف صعبة جدا نفس الظروف دي لما كان بيتعرض لها الزمالك في السابق كان الزمالك بيروح في حتة سيئة جدا بس احقاقا للحق اللي لم اللي لم الفرقة لابد من الاشيادة به ادارة الكرة في نادي الزمالك في الفترة الاخيرة ادارة امتياز تتفق تختلف بس الادارة امتياز ليه انت بتتكلم في لعبين كانوا المفترض يعني ان هم اسماء كبيرة في الفريق ونقول بالاسماء طارق حامد محمد ابو جبل اشرف بن شرقي محمد قنجم وغيرهم لعبين يا اما طلبوا الرحيل طواعيطا يا اما يا اما كان فيه خلافات في تجديد التعاقد فالزمالك قال انه هم مش اكبر من نادي الزمالك فخلاص يتفضلوا يمشوا فكرة انك تقول عمليا ان الزمالك اكبر من اي لاعب ده الشغل المزبوط اصلا وسهل جدا اقولك ايه الزمالك اكبر من اي لاعب بس في الكواليس لا فيه لعبين كانوا اكبر من الزمالك في السابق لعبين تتشرط براحتهم واداراتك هيت تقولك لا مش عايزة ماشي اللعب الكبير ده وتمسيك فيه احسن ما يمشي من عندي ويبقى عندي مشكلة في الفريق قالك لا استنى عندك بقى دلوقتي كده كده الزمالك يكسب بقى اي حد كده كده الزمالك هينزل يوسف اسامة نبيه هيكسب كده كده الزمالك هينزل سيف جعفر هيكسب كده كده الزمالك هينزل سيد عبدالله نمار هيكسب كده كده الزمالك بنشقيه باي لاعب عنده هيكسب كده كده أنا نادي كبير أنا أكبر فعلا من أي لعب حط بقى ده كله على جنب وتعالي على اختيار الموديل الفني جوزفالدو فريرا اختيار مثالي اختيار مهم اختيار مفيش بعد كده مدرب يعرف اشتغل مع أي ظروف مدرب ما عندوش مبررات جاهزة مدرب مش هيجي يقولك أنا عندي غيابات فاسبني سنة سنتين عبال مكون فريق مدرب بيعرف يتعامل مع كل مباراة بشكل رائع جدا هتشوف الزمالك في الشوت الأول عادة يعني بعكس مباراة الآية مباراة الآلي في الزمالك الشوت الأول كان عظيم والشوت الثاني المستوى قال بسبب تغييرات عمالها في ريرا وهو نفسه اعترف انها مكانش صحيح بس المباراة اللي قبل كده هتلاقي الزمالك مثلا الشوت الأول مكانش جايد الشوت الثاني فيه مدير فني عاد عددك برة بيلم الدنيا مدرب بيكاتشن بجد مدرب بيعرف يحل الأخطاء مدرب بيفهم المنافس بيشتغل إزاي ويبدأ يشتغل على شغل المنافس ويقومه أو يبدأ يحط خطو اللي تقدر توصل الفريق للمرمى في ريرا امتياز اختياره امتياز اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي امتياز هتاف جماهير الزمالك هتاف جماهير الزمالك وهو الفريق بيشيل الكاس الدوري يا زمالك حتى دي فيها تغيير حتى دي فيها تغيير من جماهير نادي الزمالك انه لا 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 مش هنقض نفرح كتير لا 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 مش هنقض نتكلم عن المنافس لا 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 انا بفكر في فريقتي والبطولة دي خلصت وعايز اخد الدوري فلازم التحية تكون واجبة لكل من يعمل في نادي الزمالك في هذه اللحظة زي ما بننتقد كثيرا زي ما كنا بنقول بلاش يا جماعة نتكلم كتير في معاملات بلاش يا جماعة نتكلم كتير عن التحكيم بلاش يا جماعة نتكلم كتير ان في العيب اهم من الفريق بلاش يا جماعة نتكلم على تغيير مدربين كتير بلاش يا جماعة نتدخل في عمل المدربين كل ده كل ده مش موجود في نادي الزمالك اطلاقا حاليا في هذه اللحظة اطلاقا عشان كده الزمالك بينجح عشان كده بينجح رغم ظروفه الصعبة هذه عوامل النجاح انك تركز تركز في فرقتك وتشتغل عليها كويس لما تشتغل على فرقتك كويس وتركز مع فرقتك كويس تبقى بطل لكاس مصر ترجمة نانسي قنقر